السلام عليكم وعظكم العافية معكم مالك القطامي من كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية دفعة ايورتا اليوم ان شاء الله بنشرح اخر محاضرة من الاناتومي في سيستم الجي اي هاي المادة بواقع الحال هي مادة امبريو تشرح الامبريولوجي او development of the hand gut تمام يعني احنا اخذنا قبل هيك for gut mid gut واحنا الان في ثالث واحدة اللي هي ال hand gut تمام ان شاء الله راح نبلش فيها بطريقة حلوة ورح نعمل ملخص مع بعض امورها طيبة يلا بسم الله وتبعوا معي باذن الله اللي لا تستمتعوا في هاي المحاضرة يلا بسم الله مالك المحاضرة امبريو صح صح هي اخر محاضرات الاناتومي في سيستم الجي ار طيب احنا الان ما راح نخوض في تفاصيل forget خلقنا فيها وحكينا فيها قبل هيك المد gut حكينا فيها قبل هيك والهند gut ضايل انه اخر جزء بدنا نشرحه في الامبريو تمام طيب مالك لازم اكون دارس الفور gut والمد gut حتى افهم الهند gut لا باذن الله تبعوا معي والامور طيبة وانا وياكم نعمل ملخص ان شاء الله بكون كويس الان ننتفق شغلة انه الهند gut او العموما الجي اي تراكت بطلع من طبقة الجنينية اندودارم من الطبقة الجنينية اندودارم تمام الان راح تمر علينا شوية كلمة اكتودارم وشوية ميزودارم ميزودارم راح تمر معانا في موضعين ورح الخص لكم اياهم ان شاء الله والاكتودارم راح تمر معانا في اكثر من موضع لكن الشيء الاساسي من الاندودارم تمر من الطبقة الجنينية الجينينية الاندودارم ثلاثة طبقات الجنينية كل واحدة تفهم الاجزاء معينة في الجسم الان الجي اي تراكت ومن ضمن مهم الاند hired تعطيني الاندودارم تمام اي اشي غير هيك انا بحددلكم اياه اي اكتودارم بحكي لكم لهذا الاشي بس اكتودارم ميزو درم لهذا الاشي ميزو درم يلا بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة كلام 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 من اللي بوضح الأمور والصور يلا روح على صورة تكون واضحة للأمور ونحكي الكونسبت الأساسية اللي رح نبني عليها المحاضرة كالعادة قبل ما نحكي أي كلمة لازم نحكي مالك طيب شو هو الهاند قت يعني عدم المؤخذة ممكن انك تحكي لي شو بتضمن الهاند قت أنا نسيت تمام أنا ناسي شو هو الهاند قت طمعا تشوف ما بعضنا البعض الهاند قت بيبلش من منınıat دستل من 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 كله كلو كان قبل هيك هذا تابع لة المنت قت إنحنا ماляم فيه الآن َ ماCan بايش إنا انا في دستل من من بعدين بعدين في عنا waiter listening colon بعدين sigmoid colon، الصغمؤ جاي حرف الاس بعدين جاي الrectum والأبر بارت من الانالكمنال والأبر بارت الهاندقات تمام بشمل الأبر بارت من الانالكنال اللاور بارت ما عليكم منه إلوت ارتبات ثانية تمام بالإضافة إنه هو بعمل زي طبطين لإبيثيليم يوريناري بلادر واليوريثرا طبي مالك شو دخل طبي إحنا قاعديني بنحكي عن الجي آي تراكت شو دخل سيرة البلادر واليوريناري وهي الأمور واليوريثرا راح نجيب سريتها إن شاء الله لكن الآن بنا نعرف ترا كيف الهاندقات بس عبارة عن دستل وان ثيرت بعدين دستنين سيجموي تركتم أبر بارت من الانالكنال هذا هو الإشي بنعرفه ممتاز يعني هي خلصنا من أول نقطة مالك يحكي لنا ترتيبك للمحاضرة أنا بدي يعني هس إنت راح تأخذ إيش بعدين إيش بعدين إيش المبدأ الشيت ماشي على أساس كلام 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 بعدين صور 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 وهات ربط وهات بدي أهداف بدي تحكي لي أهداف واحد اتنين ثلاث من هاي المحاضرة انت راح تمر في موضوع موضوعين ثلاث الآن راح أمر عليكم من نفس الرسم اللي إحنا بناخدها كل مرة بهذه الرسمة راح ناخدها على السريع ورح أحكي لكم شو بدي منها طيب إحنا كل إمبريو كل محاضرة إمبريو بناخدها بناخد جزء من هاي الرسمة صح ولا لا بدي أورجيكم شو الجزء اللي بهمنا في الهاندقات ممتاز بدي أثبت لكم المصطلحات الأناتومية والمصطلحات الإمبريو بدي أحكي لكم كيف بيكون من وين نبلش وين نبلش تطور؟ هسا وين نبلش؟ في كثير مصطلحات راح نمر عليها أنا راح أعرفكم على هاي المصطلحات راح أقولكم مين جاي على اليمين؟ مين على اليسار؟ مين ساحب لتحت؟ من الستركترز؟ هذا وين؟ هذا في نفس الإمبريو في هاي الرسمة الموجودة قدامكم راح أعرفكم شو الجزء اللي بهمنا في الجزء الهاندقات الجزء اللي تحت راح أعرفكم الستركترز اللي فيه طلع كوليكا وألانتونس وفيه كلماتي كثير راح نتعرف عليهم راح نتعرف على الستركترز تبعه ومين فوق مين ومين تحت مين بعد ما نخلص كل هذا الكلام مننتقل الآن لكيف منكون الريكتام لكيف منكون الديست راح نبلش فيه تكوين محتويات الهاندقات تمام؟ مبدئيا محتويات الهاندقات كلها سهلة راح نحكي عنها بشيت وحدة والتركيز الآن وين على تثبيت المصطلحات تابعة الامبريو بعدين راح نحكي شوية كيف بتكون ريكتالانال كيف راح يتكون كيف راح ينفصل عنه هسا سمعنا بسيرة البلادر واليوريناري واليوريثرا شو جايب سيريتهم هدول يلا الأهداف كالتالي يعرفنا شو هو الهاندقات طيب ننأخذ الامبريو طبعا وين موقع من الامبريو طيب ننأخذ المصطلحات الامبريولوجي لازم نأخذها ونثبتها منيح بعدين نحكي كيف بتكون بقية القولون كيف بتكون السيجمويد كيف بتكون الدسيندينج بعدين منخلص كيف بتكون الريكتالانال وهاي الأمور تمام؟ وبعض التفاصيل يلا بسم الله الرحمن الرحيم أورجيكم صورة بس الآن هاي هي صورة الامبريو تمام؟ أنا ما راح أطالبك في الأجزاء اللي فوق ولا في النص أنا فأطالبك في هاي المنطقة كل كلامنا في المحاضرة على هاي المنطقة اللي هي هاي منطقة سفلك هاي كودل 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 يعني أسفل الجنين يعني ذي للجنين هاي المنطقة أنا راح أحدتك عنها وراح أطالبك منها في هاي المحاضرة بيحكي لك شو؟ الجنين التاج بوستيررلي هاي المنطقة اللي هي الهاندغات تتصل بوستيررلي مع دورسل ميزنتري بدك تعرف أنه إشي اسمه دورسل ميزنتري موجود في هاي المنطقة طبع ما لك شو بتسوي هاي الميزنتري هاي اللي قدام والذي تنظر بريتونيوم هو سحكم دراسي الكولونويات البريري ترك baitорاسي تبيب Nous إذا كان لدينا جميعurg Sweden كولوني حつنابها المحتемات اللي بي فترد لدينا اخ shaving اللي بطلع منها بكون Retro-Bretonial تمام؟ الوارد الدموي للهند قط شو؟ inferior mesentric artery شوف عشان ما تنساها أنا في عندي superior mesentric artery و inferior mesentric artery superior mesentric artery للجزء الفوق الهند قط اللي هو المد قط الهند قط اللي تحت آخر واحد inferior mesentric artery تمام؟ inferior mesentric artery هو الوارد الدموي ده كل الهند قط تمام؟ فيه جزء كتير مهم رح نبلش منه الشرح اسمه الكوليكا الكوليكا هو هذا الاشي اللي هون هذا الاشي اسمه الكوليكا تمام؟ رح نتعرف كمان جزء هون ونبلش الشرح من بناتهم يلا بسم الله يلا روح لأجزاء الهند قط بعد ما حكينا انه تحته في دورس الميزنتري نحكي عن أجزاء الهند قط واحدة واحدة كم ننكونهم حد الان الأمور طيبة مالك الحمد الله كمل طيب أنا في عندي دستال بارت من ترانسفيرس كولون رايحك كل الترانسفيرس كولون خش فيه الدورس الميزنتري دخل جواتها فصار انترا بريتونيوم وانتهينا ما بدو تفاصيل اكثر من هيك عن ترانسفيرس كولون طيب الديسندن كولون مالو اللفت سايد اوفر لايينج دا بوستيرر ما انه علاقة ريترو بريتونيال بوزيشن شو يعني؟ يعني الديسندن كولون راح ضيع الدورس الميزنتري ما بدو اياها فطلع برا البريتونيوم وهذا الكلام صحيح مالكم نعرفه من الاناتومي قبل هيك الديسندن كولون مش داخل ضمن البريتونيوم فهو ريترو بريتونيال اوكي السيجمويد كولون اللي جاي على حرف الاس جاي على هيئة حرف اس نعم هو انترا بريتونيال اللي بفوت فيه داخل الدورس الميزنتري طب مالك اخر ازائي الهاند قاتل اللي هو الريكتم والأبر بارت من الكنال هدولا ما عندهم ميزنتري اصلا ما عندهم دورس الميزنتري هدولا جايين انفرا بريتونيال يعني تحت تحت يعني لو ارجيكم الصورة طلع الان هذا هو الريكتم اللي هون في هاي المنطقة هاي المنطقة هذا هو الريكتم وهذا هو البريتونيوم في هاي المنطقة فهو جاي انفرا يعني مالوش علاقة في البريتونيوم اصلا لا احكي لك لا انترا ولا ريترو بريتونيال تمام احنا هيك خلصنا الان التفاصيل وين رح تكون على الريكتم والان الكنال احنا خلصنا transverse colon ما رح اجيب سيرته descending sigmoid ما رح اجيب سيرتهم تفاصيل مالك وين في الامبريو للريكتم والانالكنال يلا يا شباب يلا بسم الله formation of rictum وانالكنال بقية المحاضرة تفاصيل عليهم طيب اجرب معكم اسلوب طلع في مغامرات في هالمحاضرة بدي اشرح كل العملية هذا الحكي اللي بدي اشرحه الآن شامل كل المحاضرة تفهم ما تفهم اعتبره دعاية القط اللي بتحب تلقطه من الحكي اللي بدي احكيه بعدين بشرح بالتفاصيل بعدين برد بعيد السيناريو متشابك لانه المشكلة في الامبريو وين اللعبة في الموضوع انه انت بتدرس تفاصيل تدرس تفاصيل بتنسى النظرة العامة بتروح تدرس النظرة العامة بتنسى التفاصيل فخليني انا احكي لكم اولي شي النظرة العامة بعدين تفاصيل بعدين ارجع عيد النظرة العامة بتكونوا فاهمين بإذن الله يلا بسم الله بسم الله طيب الآن يا جماعة الخير أنا في عندي هاندغت أنا بدأ درس إمبريولوجيا للهاندغت تمام؟ هي الجزء الأخير من جي اي تراكت طيب الآن الهاندغت هو هاي المنطقة هذا هو الهاندغت هون أنا في أسفل الجنين في ذيل الجنين هاي المنطقة سميها هاندغت طيب الآن في تركيبين جدا جدا مهمات ومنه ببلش الشرح دائما ما في يوتيوب ببلش شرح بالهاندغت إلا ببلش منهم إيش اسمه كوليكا هو هذا الجزء المنتفخ هاي الكرة اللي هون موجودة هون والأنلانتوس هو هذا الإشي اللي موجود هون إذن هدول ما لكتوا كثير مهمات أنا منهم ببلش الشرح للهاندغت طيب ما لك الكوليكا ما سمعتها كستركتشر في داخل الأناتومي هي عبارة عن إيش مستقبلا هي عبارة عن مستقبلا عبارة عن أنتيرو ريكتال كنال شو الأنتيرو ريكتال كنال هسا بنشوف طيب الألانتوس مستقبلا يوروجينتال صاينس إذن هاي بس أسماء يعني مقدمة هاي أشياء ابتدائية الكوليكا والألانتوس هي عبارة عن موجودة في الهاندغت مقدما هسا هاي الهاندغت هون الأنتيرو ريكتال جاي الألانتوس والبوستيرو ريكتال جاي الكوليكا طيب مستقبلا الألانتوس يوروجينتال صاينس يعني إشي إلو دخل في البلادر وإشي إلو دخل في الجينتال اللي تحت يعني هذا جهاز مخالف تماما إحنا مش بصدد أن نذكر الجينتو واليو يعني البلادر والكيدنيز وهي الأمور طيب إحنا الآن بصدد أن نذكر تفاصيل الكوليكا اللي رح تتحول للألانوريكتال كنال طيب شو اللي بصير فعليا أول شغلة هذا هو الهاندغت هذا هو الكوليكا هذا هو الألانتوس هذا الأنتيرور بورش من الهاندغت وهذا البوستيرور بورش من الهاندغت الآن شو اللي رح يصير رح يطور نوع من السبتم هذا السبتم سميه وينه يوري ريكتال سبتم يورو ريكتال سبتم هو عبارة عن سبتم بنتشئ ما بين الهاندغت وما بين الألانتوس هذا الجزء اللي هون سميه ألانتوس وهذا الجزء اللي هون هاندغت طيب اللي بناتهم بتطور نوع من السبتم سميه يورو ريكتال سبتم هذا الرект الructل سيبتم بظل ينمو ينمو مع الفولدنج تبع الجنين مش حكينا في نوعين من الفولدنج مع الفولدنج تبع الجنين الان بظل يتعمق 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 بروح بيفسخ لي الكوليكة لجزئين احنا راح سنشوفهم وبروح كمان بيحول لي الألانتووس بفصل لي اياها يعني راح يظل يتعمق يتعمق해야 بما يخليلي الألانتووس اليوروجينتال اليوروجينتال ساينس ورح يظل يتعمق حتى يخليلي الكوليكا لالانوريكتال كنال يعني انا ما بحكي لك مستقبلا مستقبلا طيب مين اللي خلها زي هيك الفاصل السبتم اليوروريكتال سبتم اليوروريكتال سبتمường هو بيطلع ما بين الهاندجات وبيطلع ما بين الألانتواس بتعمق هيك كيف بتعمق هتلر في الحرب العالمية الثانية في روسيا في انزال البربروسا على اساس راح تعرفه يعني المهم نفس التعمق تابعه ونفس الوحشية تابعه تعمق زي هيك فصل الكوليكا لحال هم من التصلين هسا فصل الكوليكا لحال فصل الألان تواصل حال الألان تواصل روح انت شغل بلادر شغل جينتل سينسزل ما إلي فيك الكوليكا تعال أنا إلي فيك انت بدك تعملي أنا ركت الكنال لقدام ركت الكنال وهي الأمور فبروح بتعمق بتعمق هذا السبتم وبيفصلي إياه مع بعضهم البعض الآن أنا في عندي نوع ميمبرين هذا الميمبرين تابع للكوليكا مسميه كوليكا الميمبرين طيب هذا الممبرين فاصل ما بينه مين ومين وليش طيب الآن إحنا حكينا معلومة أنه الهاندغات بتكون من الاندودرم طبقة الاندودرم طيب مدام بتكون من طبقة الاندودرم الآن مع الفولدينج هس رح أورجيكم إياها في الرسم الثانية مع الفولدينج رح تقرب منهم طبقة الاكتودرم فبنحكي لك أنا ما بدي يصير خربطة بدي أفصل ما بين الاندودرم والاكتودرم فبروح الكوليكا بيطلع الممبرين نسميه كوليكا الممبرين ما بدأ اختراع الشغل Colecal Membrane عادي ستلنا أورجيكم إياه Colecal Membrane هاي Colecal Membrane جاي Ventral Site زي ما لك أنا لاتجاهات ما بعرفها شو يعني كودل و Ventral و Dorsal و هاي الأمور Ventral يعني الجزء الأمامي طب هاي Colecal يا محترم يا حلو هاي Colecal فوق شو فيه Ventral تحت Dorsal إذن هو Colecal Membrane جاي Ventral للكوليكا تمام هذا الممبرane فاصل بين مين و مين شو أهميته فاصل ما بين الاندوديرم لأنه هذا الهاند قت هو عبارة عن اندوديرم وما بين الاكتوديرم اللي قربت عليهم نتيجة الفولدينج للجنين طيب شو لازم نعرف كمان اليورو ريكتل سيبتم لما يتعمق 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 هيك زي التغول تبع هتلر بالنهاية بس يوصل في هاي المنطقة طلع يصير زي هيك شو الستركتشر اللي بيكون لي يا ايش اسمه البرينيال بادي بريينيال بادي هذا اللي رح يكون بريتونيا ملا قدام الله رائع رح نلخز كل الأمور لكن خذ اللي بدك إياه من المعلومات أنا قاعد بحكي لك overview لان يورو ريكتل سيبتم اللي رح يفصل ما بين الكوليكا وما بين اللانتواص رح يصير مستقبل من البرينيال بادي طبعا لك أنا شايف نوع من الممبرين هدون لمين تابعين لما أنا آجي أفسخ الكوليكا الكوليكا هاي لما أنا آجي أفسخها في اليورو ريكتل سيبتم رح تكون تو ممبرين مش الكوليكا نفسها الكوليكا الممبرين لأنه ممبرين ممبرين عيب يكونها أستركتر بيكونها الممبرين نفسه اللي موجود هون فأنا لما أجي أفسخها الكوليكا الممبرين بيكون لي فوق يورو جينيتل ممبرين تيمنا في اليورو جينيتل ساينس وتحت أنا الممبرين تيمنا في الأنا الانوريكتل كنال إذن الكوليكا الممبرين كون لي يورو جينيتل ممبرين والأنا الممبرين تمام الجزء اللي فوق صار تابع لسيستم ما أنا فيه اليوريني بلادر والكيدنيز وهاي الأمور راح نبلش من هاي المرحلة اللي عرفت علي الجزء اللي تحت انا بدي اياه اه يا مالك هاي يبلش يتكون ملامح القولون وبلش يتكون ملامح الانال ممبرين والانوريكتل والريكتل بعدين الانال صح ولا لا تمام طيب الان حكينا انه هذا هو الفيسرال سيرفس اللي بتواجد عليه الكوليكال ممبرين ايش في تفاصيل احكيلكم اياها كمان ميزودرم هسا منجيب تفاصيله لان في عندي اشي اسمه البروكتودام البروكتودام هي عبارة عن انا أن احبها بحطان البروكتودام عبارة عن ميزودرم وكتواجد نفسه نفسه في عندي ايش اسمه البروكتودام البروكتودام راح يكون الاو دور بعدين في تكوين انا الكنال احفظوا البروكتودام هو عبارة عن ميزودرم بتكون الاو ركتل هذا هذا البروكتودام ما في اكثر من هيك شو ظلم عليك بس تفاصيل 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 بس يلا نرجع للسلايدات طيب جماعة انتو سارحين معاي طيب بالله نبهوني يعني الميزو ديرم مش تابع للبروكتيدم تابع لليوروريكتال سيبتم انسوكم من الميزو ديرم الآن ميزو ديرم هي خربتنا الدنيا سيبوكم منها الآن يعني مسحناها بدناش اياها خلص الآن بس انتو تابعوني ان البروكتيدم هو اللي راح يكون في الفيسرال سيرفس عسا بعدين راح نعرف شو بدي يصير فيه وبعدين راح نعرف مين هم طبقات الميزو ديرم انسو فقرة الميزو ديرم هون لانها كانت هبت وانتو سارحين معاي ما شاء الله يلا بسم الله طيب الآن بالنسبة لا نيجي نقرأ يلا نشوف الامور صعبة بعد ما لك وضح انه معظم الامور ولا لا يلا بسم الله طيب الآن بيحكي لك هون انه في نهاية الهاند قت انا في عندي اللانتو اس في نهاية الهاند قت في عندي الكوليكة نعرف طبعا منعرف في الكود البارد شوفنا كيف صورة الكوليكة صح ولا لا شوفناها من صورة الكتاب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الان الكوليكا بشكل اوبنينج ما بين الديجستف واليوراني وريبرودوكتف ترى فليش لانه بعد ما ايجى السبتم وفسخوا نصين صار في عندي انوريكتل لحال وصار في عندي يعني هاي الكوليكا طلع شابك مع الالانتوس اللي هو رح يصير بعدين البلادر وشغل الكدني وش الكدني وهون شابك مع شغل جي اي تراكت وتحت شابك مع ريبرودوكتف سيستم فهو بشكل اوبنينج على كل دول الثلاث تمام بس احنا رح نتابع الكوليكا لحد ما تكون الانوريكتل ما انه في الباقي احنا طيب تمام الان رح تنفصل بعدين اليوراني عن الريبرودوكتف سيستم رح ينفصلوا عن بعضهم البعض ورح ينفصل عنهم الكوليكا يعني احنا الكوليكا رح نكمل معاها على اساس انها دايجستف مناش به دول الشغلتين رح ينفصلوا عن بعضهم ورح ينفصلوا عن الكوليكا تمام تمام الكوليكا هي من الاندوديرم صح الاندوديرم هي بتكون اصلا كل الهاندكت والكوليكا ضمن الهاندكت او الاندكت الجزء اللي احنا بدنا ايضا من الهندغات. طيب فيه في الفنترال سيرفس ايه له. في الفنترال سيرفس بعدين اشي اسمه البروكتدام. البروكتدام حكينا هسه اللي هبدنا فيه الميزودارم. موليش علاقة في الميزودارم هو اكتو دارم. تمام رح نيجي على تفاصيله هو موجود على الفنترال سيرفس ايجي محل الكوليكا الميمبرين. طيب هسه منشوف الصور الآن خلال الفولدنج خلال الفولدنج الجنين بانطوي بعمل فولدنج. انا بخاف انه الاندودارم اللي في الكوليك تندمج مع الاكتودرم فبروح بطلع ممبرين سميه الكوليكل ممبرين اوكي فانا بطلعه في جهة الفنترل كمان مرة جهة الفوقانية وبفصل ما بين الاكتودرم والاندودرم ان شاء الله تكون الامور واضحة اتمنى اتمنى من الله على اساس الممبرين اللي هو بيتصق بالاكتودرم وبتصل في الاندودرم هو نشوف صورة الامبريو هاي وشو بدنا منها الا ان احنا بدنا منها الطرف الطرف اللي هون هو الهند got الطرف اللي هون هو الهند got في هاي المنطقة الأازرق الآن طويل ما هي هيك عادة المتouncer اللقار إنه رح يندمج معها الاكتودارم فلازم يتطور ميمبراين يسميه الكوليكا الميمبراين طب وين الاندودارم وين الاكتودارم الاندودارم اللي هو بتكون منه الهاند قات باللون الأصفر ممتاز الاكتودارم اللي هو باللون الأزرق هسا لما يصير فيه فولدنج حتى اللون الأزرق ما يدخل على الهاند قات اللي هي في هاي المنطقة الكوليكا الميمبراين بيقول لك أنا والله إني موجود وحارس تمام هيني حارس باللون الأصفر بكون في طبقة مسميها الكوليك الممبرين حابسة التجويف اللي جوه الهند قط عن الاكتودير كثير ممتاز وجهات فنترالي كمان فنترال فوق دور سلة تحت أو فنترال للأمام عفوا والدور سلة الخلف امامه جاي طيب الآن ايش كنا بنحكي كمان الألانتوس بتبين في هاي المرحلة الألانتوس هو عبارة عن هذا الاشي الأصفر العامل تجويف هيك خلينا ارسم لكم اياه هذا هو الاشي الأصفر اللي هون هذا هو الألانتوس شفتوه كيف هذا هو الألانتوس وين بنشأ بنشأ في مرحلة الفولدنج فبيبين هيك زي خط هذا الخط بندمج بتعرف مع مين مع الكونيكتينج ستولك اللي هو الامبلايكال كورت الامبلايكال كورت اثناء الفولدنج تمام بتم تكوين الألانتوس وباتصل فيه بس هاي المعلومة نعرفها بس هاي هي الاشي اللي بدنا اياه بس وتعرفنا يعني تعمخنا انه ليش فيه عندي طيب نشوف هاي الرسمة الحلوة وانا ملون لكم اياها ومعجقها وتعال نثبت مصطلحات هنا انا اللي بحكي تثبيت مصطلحات شوفوا علي هذا اللي هون اسمه هاند قات مالك خلص جننتنا فيه الجزء الاخير من الجنين من الامبريو بتكم تحفظوا غصبا عنكم جزء الاخير من الجنين هو الهاند قات هاي الهاند قات طيب فيه جزء اخير قلتنا هو والالانتواص وهي الكوليكا هدول من بلش منهم دائما شرح الهاند قات هاي الكوليكا هون وهون الالانتواص تمام طيب الان هاي الالانتواص هون تمام وهي الهاند قات وهي الكوليكا طيب شو اللي بدي يصير فعليا انا بس بثبت لكم الان مصطلحات الان اللي رح يصير لقدام انه انا بدي اكون الانوريكتل مش حكينا ان الكوليكا اللي قدام رح تكون الانوريكتل والالانتواص رح يكون اشي اسمه بصر ايش يوري جينيتل بصر ايش الاشياء اللي ما بدنا اياها طيب الان مين اللي رح يفسخ للكوليكا اللي هو السبتم بسميه وطبئ يبدأ يطور يأتي من الشعارة إلى الخاصفة ومن في الشعارة آخر و呀اندكت سوف ي Bella هو المبنى والللينر مصير هذه هي الرسمة بس لتثبيت هذه المصطلحات ما بدي منكم أكثر من هيك بهاي المنطقة كمان مرى الفنترل كمان مرى الكوليكا الممبرين أوكي؟ هون الفنترل طيب هذا هي الكوليكا رح يجي السيبتم هسا الآن يفصلها شو اسمه السيبتم؟ يوروريكتال سيبتم إن شاء الله أني ما بكون بزهدكم في عادة الكلام لكن عشان تثبتوا في المصطلحات تغلبت وأنا بثبت في المصطلحات يعني بتقرأ 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 مثلا شو يعني هون كوليكا الممبرين تنسى فبروح كل النص يعني لازم يكون مترابط لهذا فأنا بثبت لكم قاعد الكلمات فالفاصل ما بين الإندودارم والإكتودارم وين منطقة الإكتودارم؟ هايها في الأحمر هي منطقة الإكتودارم أثناء الفولدينج الإكتودارم بدي يفوت على الإندودارم اللي هي بدي يكون الهاندغات بحكي لك الكوليكا الممبرين ما حزرت هاي روح أفصل تمام تمام طيب الآن الميزودارم بتحكي لك والله لازم أتدخل شو إندودارم وإكتودارم إنتو لحالكمبتلعبوا في موضوعين رح نذكروا فيهم الميزودارم ليش حكيت موضوعين مالك حتى تحفظوا معاين انه الميزودارم بس إلها هالمكانين أول مكان هي اللي رح تكونلي السيسم اللي رح يفصخ الكوليكا ممتاز يعني هذا السيسم اللي رح يجي السيسم اللي رح يجي هون مين اللي رح يموته مين اللي رح يكونه مش عارف شو مالي من اللي راح اكونه الميزو دارم الميزو دارم راح يجي يدخل يحكي لكم انتم طولة معاكم حروب اكتو دارم و اندو دارم ومن عارف ايش يالله يا ميزو دارم شو بدك تسوي لي بده روح ينشأ ما بين الهانجات ما بين الالانتوس نوع من السبتم سميه يوروريكتل سبتم بس هذا السبتم مع نمو الجنين بضل يطور 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 بروح بمسك الكوليكا بفسخها تمام؟ ايش رح يصير فيه Trickskin ايش رح يصير فيه Dursally ك Customer شو من möchte هذا هو الالانتوس الالانتوس بعد ما انفصل الالانتوس بعد ما انفصل هذه المنطقة صارت هي ilerogenital sinus ventrally بشكل امامي ومن الجهة الخلفية الي احنا الانوريكتالكنال انا حكيت لكم يا هاي في الـ overview انه هذا بتكون مستقبل اليوروجينتال ساينس هو اصله الالانتوس وهذا بتكون الانوريكتالكنال هذا بعد مين بعد ما توغل اليورو ريكتال سبتم وفصلهم بدعم من مين بدعم من الميزودرب معلش مصطلحات سياسية بس مشوها طيب هذا هو الكوليكال ميمبراين كمان مرة برجع بعيده طيب الان بعد ما يتوغل السبتم الكوليكال ميمبراين شو مصيره حكيت لكم بيكون نوعين من الميمبراين اليوروجينتال ميمبراين تأمنا في اليوروجينتال ساينس يعني جهة بالديفوق والانال ميمبراين تأمنا في الانوريكتال تمام Иذن الكوليكال membraine بكون two membranes candu reuniوروجينتال وانال ميمبراين طيب الكوليكال برجع بتكون الانوريكتالكنال من تحت الانوريكتل конال الألانتوس الي هو الجهة اللي فوق رح تكونيوروجينتال ساينس ان شاء الا ما رح ألخص لكم إياها في آخر المحاضرة الممبرين بيطلع ممبرين والستركترز اللي حكينا عنها الجهة اللي تحت الكوليكا اللي رح تكون تحت رح تكون أنوريكتال كنال والجهة اللي فوق الألانتوس رح تكون بريميتف يوروجينيتال ساينس تمام تمام شو ما صير نفس السبتم يعني السبتم رح فصلهم طب شو نهايته برينيال بادي اللي رح يكون بريتونيوم آي مالك تذكرناه بعد ما توغل الممبرين فصلهم لتوم ممبرين والستركترز فصلهم واحد لفوق واحدة تحت واحد دورسلي واحد فنترلي الآن إيش ضل ضل عنا السبتم نفسه شو المصير تبعه برينيال بادي هدوهم بهدوء الأمور بتكون طيبة الآن إيجا السبتم توغل 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 فصل الجزء اللي فوق ما إلي فيه على الجزء اللي تحت الجزء اللي تحت صار أنوريكتال صار ريكتم بعدين الجزء اللي فوق صار بيختص فيه وهاي الأمور والسبتم ذات نفسه تكون البرينيال بادي تمام تمام إن شاء الله هتكون وصلت الآن إيش بنا نعرف كمان الآن نوريكتل وصلنا للخلص يعني حكينا عن الفصل حكينا عن المصطلحات حكينا عن الأشياء الأساسية شو ضل الآن ضل نحكي عن تفاصيل لأن نوريكتل كنال لأن نوريكتل كنال بنا نحكي عنها اللي هي الريكتل مع الأنال لأن نوريكتل كنال مقسومة لقسمين أظن هاي منذكرها في الأناتومي إنه مفصولين عن بعضهم البعض في إشي يسمون بيكتينيت لاين بيكتينيت لاين هو البفصل اللي هسا بنحكي ليش أن هم أصلا هيك مفصولين لأبر تو ثير مع اللور ون ثير بيختلفوا في كثير شغلات أول شغلة إنه الأبر تو ثير بتكون من طبقة الأندو دار وأنا لما أجيد حكيت لكم تراكيب الهاند جات حكيت لكم آخر إشي إنه هو أبر بارد من الأنوريكتل كنال مش كل الأنوريكتل كنال لأنه الهاند جات كوى من الأندو دارم وأنت إذا بدك تضلك ماشي فيه ماشي فيه ماشي فيه بالنهاية رح يوصل الأندو دارم بس للأبر تو ثير من الأنوريكتل كنال إذا بتكمل على الدستل خلص أنت هيك فتت على مش الأندو دارم أنت فتت هيك على إكتو دارم فخلص إذن الهاند جات وين بيوقف محل ما بيوقف الاندو ديرم طبقة الاندو ديرم وين بتوقف في الأبر 2 ثرد من الأنوركتال كنال ممتاز تمام تمام طيب الآن اللور 1 ثرد هي مكونة من طبقة الاكتو ديرم مكونة من طبقة الاكتو ديرم الآن إحنا شفنا إشي اسمه الكوليكا الممبرين عرفنا كثير تفاصيل عنه وهو موجود في الفيسرال لاير من الكوليكا حكينا أنه هو أثناء الفولدينج رح يكون إشي اسمه لبروكت دم تتذكروا محل ما هابدنا لبروكت دم هذا إيش مصيره رح يصير رح يكون إشي اسمه الانال ممبرين رح يكون يعني من ضمنه رح يصير في بروليفريشن من الميزن كايم رح يكون حوالين الانال ممبرين تمام بنهاية رح يكون إشي اسمه الانال بيت الانال بيت هو هاي المنطقة هي بنهاية الانال هون أنالبت نسميها فوقيها نسميها أنال ميمبراين يفوقيها الأنوريكتال كنال إذن هاي الكنال وهاي أنا في عندي الأنال ميمبراين وهنا في عندي الأنالبت تمام؟ طيب فموضوع البروكتدوم هو بعمل بروليفريشن من الميزان كايمل حوالين الأنال ميمبراين فبيكون نوع من الاكتو ديرمال ديبريشن نسميه الأنالبت تمام؟ الأنالبت هو هاي المنطقة ليش تكونت الأنالبت؟ المطبة التكونت نتيجة انو يجي البروكتو دم اللي هو أصله من طبقة الاكتدرم بالله تنتبه بما انو البروكتو دم من الدستال 1 ثرد من الان کنال ما راح تكون من الانكتدرم مستحيل هي من الاكتدرم طيب لما ايجت عمل برولافرايشن حواليه الان الكنار عمل لي ايش انال بت تمام تمام حواليه الان الممبرين عمل لي انال بت الان بحلول الاسبوع السابع من الديفيلوبمنت ايش اللي راح يصير بحكي لك تعال بدنا نوحدهم روح يا انا الممبريند خلاص ما بدنا اياك بدنا نوحد ما بين الابر بارت ابر تو ثرد مع اللور وان ثرد على اختلاف تفاصيلهم على اختلاف اصلا نشوف التيشوز اللي فيهم كمان مختلفة تفاصيل التيشوز فيهم مختلفة تفاصيل الطبقات الجنينية انه هاي والله من الاكتو ديرم هاي من الاندو ديرم ماشي راح نوحدهم في خط نسميه البكتينيت لاين شو موجود هون موجود في الشيت اسمه البكتينيت لاين الدور الثاني للميزو ديرم الدور الاول كان في تكوين السبتم تذكروا السبتم اللي فسخ وعمل لي ستركترز اللي حكينا عنها لان الدور الثاني للميزو ديرم انه يعمل لي المسلز المسلز للريكتم اند انا الكنال اذا the muscles of the rectum اند انا الكنال مسؤول عنها الطبقة الجنينية ميزو ديرم ميزو ديرم اوكي ميزو ديرم هو اللي عمل لي المسلز للريكتم والان الكنال هاي هي التفاصيل اللي حكيناها تمام هون عنا البروكسيمال تو ثيرت هون ايش حاط اه اه وان ثيرت هون بروكسيمال تو ثيرت هون ديستل وان ثيرت هون بدي يتحدوا مع بعضهم البعض في اشي اسمه البكتينيت لاين هون طلع تفاصيل التشوز هون مختلفة عن هون يا جماعة الاخير هسا بنحكي فيهم طيب ايش رح نحكي كمان هون بالشيت بيحكي لنا انه الاكتو ديرم والاندو ديرم خلص يعني من خلال الان الممبرين الان الممبرين هي اللي كانت الخط الفاصل ما بين البروكسيمال تو ثيرت مع الديستل وان ثيرت بداخل الان الكنال هو الاشي اسمه الان الممبرين حكينا انه بيختفي ما بدنا اياه بروح بدال البيكتينيت لاين بيجد الجزء اللي فوق البروكسيمال تو ثيرت هو تابع لالهاند قات فمنسميه او ضمن طبقة الجنينية اندو ديرم الديستل وان ثيرت بيكون لطبقة الجنينية اكتو ديرم اوكي طيب الان ديبريشن اند اكتو ديرم حكينا انه اشي اسمه الانالبت نتيجة البروكتو دم حوالي الان الممبرين عمل لي اشي ديبريشن مسميه الانالبت راح تختفي بعدين طيب الان الان الممبرين جاي سبيرو توانالبت ارجيكم اياها هاي الانالبت سبيرو او الروف منسميها الروف اللي لها اللي فوق منسميها انا الممبرين واضحة اوكي اش في كمان حكينا انه في لور ثيرت وابر تو ثيرت بحلول الاسبوع السابع راح يختفي هذا الممبرين اللي هو اسمه انا الممبرين اللي واصل بيناتهم راح يكون اشي اسمه البكتينيت لاين بكتينيت لاين او دينتيت لاين هذا هو الخط الواصل ما بين الابر تو ثيرت والاور وان ثيرت في الان الكنال هاي اصلها الجنينة اكتو ديرم هاي اصلها الجنينة اندو ديرم طيب كتفاصيل تيشوز مختلفة نعم الابر تو ثيرت مكونة من سمبل كولومينار من سمبل كولومينار الابيثيليا 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 الابيثي يعني حتى نوع التشوز مختلفة بيناتهم. مين الفاصل بيناتهم؟ بيكتنيت لاين. تمام؟ ظلني أعيد وأزيد. بعيد بالعمدن يا جماعة الخير. ايش حكينا؟ كون من سيمبل كولومينا. واللور وان ثيرد من سيمبل كولومينا. ايش الفاصل بيناتهم؟ كان زمان الأنا الممبرين راح. ويجب داله بيكتنيت لاين. بيكتنيت لاين. لأن انا في عندي نوع من الكولومز خلينا نحكي او اشي زي هيك مسميه الانال كولومز اللي هون. شو هدول؟ انا الكولومز. اوكي؟ طيب. الوور وان ثيرد او في ذا انا الكنال هاي الوور وان ثيرد. طلع. يعني حتى الوور وان ثيرد مغلبنا لدرجة انه مش بيكفي انه من الاكتودار. لا بيغلبنا لدرجة انه شو؟ انه هو مفصول كمان لمنطقتين. منطقة مسميها زونا هيموريجيكا وزونا كوتينيا. زونا كوتينيا وزونا هيموريجيكا. هاي المنطقة وهاي المنطقة. اوكي. هاي سو بيرو و هاي انفيرو. اللي فوق بتكون براء جوسائية براءة كيراتينايز. 過來 بتقول difficult identifiable مهمة. منطقة لج vín speller هي certified. لكن بيكون زونا هيموريجيكا تكون كيراتينايز. وزونا كوتينها تكون كيراتينايز. بس. الان في جونكشن بناتهم سمي الويتلاين او سمي الهيلتونز وايتلاين الهيلتونز وايتلاين ما تغربطوا اللي هون سمي البيكتينيت لاين فاصل ما بين الأبر two third مع lower one third الان في نفس انا بحكي لك في نفس اللاور one third في فاصل في خط زمني فاصل ما بين الهيلتونز وايتلاين ما تخافوا من النار ومن البلد سبلاي كتير سهل الموضوع طيب الانالكنال شو دعم الارتريز اللي الهم ? والله هي كثير سهل حكيت لكم ان هم بدعمهم مين ? superal rectal و inferior rectal من اسمها انالكنال يعني هاي المنطقة هي منطقة فيها الریکتم هاي المنطقة فيها الریکتم و فيها الانال اذا مين رح يدعمها ? superal rectal artery و inferior rectal artery لان باقيش بيختلفوا عن بعضهم لبعض ؟ بيختلفوا في الاصل طيب كل إشي اختلف ما بين الأبر two third واللower third يعني هاي من الاندودارم تابع على الهاند جات والدعم تابع على superior rectal artery اللي تابع لمن تابع على الانفيرور ميزنتريك آرتري انفيرور ميزنتريك آرتري طيب اللower one third بتابع على الانفيرور superior inferior rectal arteries أصله internal badendal arteries اللي تابع على الانفيرور ميزنتريك آرتري يعني سبحان الله حتى اختلفوا في الأصل تابعهم هذا أصله انفيرور ميزنتريك آرتري وهذا الأصل تابعه internal iliac artery أوكي؟ تمام نسبة للنيربز الأبر two third هي جماعة الخير يعني أنا بدي أحكي لك ياها Autonomous Nervous System أنت ما بتقدر تتحكم فيها للأمانة سنبثتك وبراصم أنت ما بتقدر تتحكم فيها Lower one third أنا بحكي لك voluntary ويا حبيبي لما أحكي لك voluntary شي يعني voluntary يعني أنا بتحكم فيها أنا بتحكم في هاي المنطقة معناها skeletal muscle مش smooth muscle هاي المنطقة smooth muscle هاي skeletal muscle peripheral nervous system ما رح تحكم فيه الautonomic ركز ما رح تحكم فيه الautonomic بمجرد ما حكيت لك voluntary voluntary يعني بإرادتك إرادي شي يعني إرادي؟ يعني somatic nervous system ما ليش علاقة في الautonomic nervous system يعني skeletal muscle يعني أنا بتحكم فيها إذن lower third أنا بتحكم فيه upper two third أنا ما بتحكم فيه autonomic بتحكم فيه voluntary يعني skeletal muscle يعني somatic nervous system نسبة superior rectal inferior rectal arteries هذا الأصل تبعه بيكون من inferior mesentric artery وهذا الأصل تبعه بيكون من internal iliac arteries وهي هي الصورة تبعتهم هنا ما حكيت لكم superior rectal artery inferior rectal artery شو الأصل تبعه وشو الأصل تبعه وهيك يا جمعة الخير انتهت المحاضرة أتمنى من الله إنها تكون وصلت بطريقة كثير منيحة أسه خلينا مع بعض نشوف الملخص رح أكتبه معكم وبالكي ناقشنا يعطيكم ألف ألف عافية دعواتكم اشتركوا في القناة مبسوطين صاح مستجمين مالكم مستجمين يلا خلينا بس ناقش الملخص السريح إن شاء الله تكون المحاضرة خفيفة لطيفة الهاندغات إحنا رح نأخذ الامبريولوجي تبعه تمام مالك الأمور تبعه الكولون والسيجمويد وكذا سهله بس إنه نعرف هل رح تدخل الدورس المزنتري ولا لا إذا دخلت بتكون إنترو بريطانيا ما دخلت ريترو بريطانيا أهم الجزئين الألانتوس والكوليكا الألانتوس جاي أنتيرل للهاندغات والكوليكا جاي بصيرهم كعبرة تحت طيب الآن الألانتوس مستقبلا رح تكون يورو جينيتال ساينوس والكوليكا مستقبلا رح تكون الانوريكتال كنال مين اللي بيفصلهم اليورو ريكتال سيبتم تعرفين مين اللي كونه الميزودارم أحسنته طيب نسبة لها الكوليكا الممبرين حكينا أنه بيجي هيكا زي فيسيرل بعدين أثناء تطور الجينيت رح يصير إشي اسمه البروكتدوم البروكتدوم هو بنكون من الاكتوديرم لو سمحتوا من الاكتوديرم الآن الكوليكا الممبرين بعدما ينفسخ ايش بتكون اليورو جينيتال ممبرين بالإضافة لأنا الممبرين أوكي اليورو ريكتال سيبتم مصيره برينيال بادي برينيال بادي يعني بريطاني يملك الدم لأن 1 كنال خلقنا أبر تو ثيرل لور وان ترد هذا اكتب هونت ديرم هذا اكتب او ممبرين هذا اكتديرم هذا مدعوم في السوبيور ريكتال آر تري الأصله الافيورو ميزينتريك هذا accumulated أو لوور وان ترد مدعوم في الانفيرور ريكتال آر تري الأصل اه trending اوكي هذا الولانتري. اينو? هذا الولانتري بقدر اتحكم فيه. هذا اوتوناميك ما بقدر اتحكم فيه. هذا اسكليتل. هذا سموث. اوكي? هذا اوتوناميك نيرف السيستم. هذا السوماتيك نيرف السيستم. الميزودارم حكينا لها وضيفتين. بتكون اليورو ريكتل سيبتم. وبتكون المسلز تبعط الريكتم والانالكنال. كثير سهلة ان هو من هون. خلاص. ما لها اي اهمية الميزودارم. روح يبعد عني. خلاص. جمعناك اليورو ريكتل سبتم والمسلس تبع تركتم والانالكنان الكوليكا الميمبراين حكينا انه هو الفاصل ما بين الاندودار والاكتودار تعواتكم ادعولي الان الان بصلاتكم واذا ما بتصلوا ادعولي بشكل عام موفقين والله يعطيكم الف الف عافية